يقول بينما الناس وقوف وحشود نساء ورجال من فوق سطوح الدور مولانا ينظرون من الذي يصلي خلف الإمام أو على الإمام العسكري عليه السلام وفد جاء من قوم وفود من نيشابور ونيسابور ووفود من البصرة ووفود من كذا من كافة أقطار العالم الشيعي أجوا لكي يصلوا على نحش الإمام الحسن العسكري عليه السلام من خلف الباب تكلم مع الزهرة يا بنت رسول الله ذهبت إلى أبيكي فلم يملك شيء ما أعانني ما عنده شيء فأرسلني إليك يا بنت رسول الله قالت لأنا لا أملك شيئا شوفوا البركة أكون ناطع النطع جلد كبش جلد طلي أجلكم والله نام عليه الحسن والحسين فراش وسادة شالته وأعطته إلى الشيء قالت يا شيخ بأ هذا الناطع وأستعن به على حياتك قال يا بنت رسول الله هذا الناطع لا يسقيني ولا يطعمني فعدها قلادة أهدتها فاطمة بتحمزة سيد الشهداء أهدتها للزهرة شالة القلادة أعطتها إلى الشيخ بدأ معاوية قال خير البرية بعد أحمد حيدر خير البرية بعد أحمد حيدر فالناس أرض والوصي سماء قال له أخذ مئة أخذ مئة قال له يزيد نوبتك دور إليك يزيد حيشة على أبو قال لك كمليحة شهدت بها ضراؤها كمليحة شهدت بها ضراؤها والفضل ما شهدت به الضراؤ في حادث في حادث سيارة سير بنت عيونه امتلأت من الزجاج خلص ودها إلى الطبيب في بغداد الطبيب قال عيونها خلص هذه الشبك متحطمة يعني ما بها يعني فتفائدة راح تعمى البنت العيون فبينما هو الطبيب قاعد يفحص وإذا هذا الشيخ وقف عند النافذة عند الشباك وإذا شاف قبة الإمام الكاظم عليه السلام قال له مولاي يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج أنا منذ الصغر عند باب دارك وأخدمكم هل لك أنت شافي ابنتي وأنت باب الله الذي يؤتى منه باب الحوائج أنت يقول وإذا صرخ الطبيب الله أكبر الله أكبر لم أجد في عين البنت ذرة من الزجاج قال أنت تعرف من هو إمام زمانك هو الرجال أتعرف من هو إمام زمانك قلت له بلى قال لي يا إمام زمانك هاي صارت وإيه مولانا في شهر رمضان يوم ثالث رابع شهر رمضان قلت له إمام زماني الإمام الحج بن الحسن العسكري الإمام المهدي قال لي لا لا هذا مو إمام زمانك قلت له إذن من هو إمام زماني قال لي أنا إمام زمانك عجيب أنت إمام زماني قال لي بلى قلت لي أمتى ظهرت من السعودية شو حصلت تذكرة شلون أجيت شلون تركوك الوهابية أمتى وصلت إلى إيران فسعرت عدة أسئلة قال نعم أنا إمام زمانك وأنا راح أثبت لك أني أنا الإمام الحجة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة